تنكرت نقابة المعلمين في ذيقار حادثة حرق المدرسة المتوسطة مؤكدة وجود حالة تعمد في حرق المدرسة كما كشفت عن وجود ثلاثين حالة اعتداء على المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي طبعا قضية الاعتداءات على الكوادر التربوية وعلى المؤسسات التربوية بعض الأحيان نشوف اعتداءات على الكوادر التربوية على إدارات المدارس والمعلمين والمدرسين وببعض الأحيان على المؤسسات التربوية ونحن طبعا حوالي أكثر من 30 اعتداء في النصف الأول هذا مسجل بالقضاء ومثل في التحقيقات في الإشراف التربوي وغير الاعتداءات المدير المدرسة يتلافها وتصير تسوية وكذلك يتلافها المشرف المتابع وطبعا اعتداءات كبيرة وصغيرة وأخرى ولكن الآن في الفصل الثاني في الفصل الثاني صارنا ثلاثة أيام من الدوام حتى أربع اعتداءات اعتداءين على الكوادر المدرسية في منار الهدى في ضريف سوق الشيوخ وكذلك مدرسة فاطمة بنت أسد في ريف سيدة خيب وعلق الدوام في هذين المدرستين لتهديد الكادر التربوي بعدم الدوام من المنطقة إضافة إلى ذلك تم حرق متوسطتين متوسطة فضائل المعرفة في البطحاء وكذلك متوسطة الغد المشرق في الناصرية في الحي العسكري وطبعا هذا حرق إدارة المدرسة أنا أعتقد بأن هذا الحرق هو متعمد والطلبة أصبحوا طلبة متنمرين وعدوانيين أكثر في بعض الأحيان والاعتداءات مستمرة ترجمة نانسي قنقر